يتنكر أولو الألباب اللهم اجعلنا منهم يا رب وش هذا اللي مفروض أن نعلمه من القرآن أحبتي كل آية مرت على قلبك وحسيت أن ما في شيء صار ما في قرار تغير ما في شيء تحرك لازم نعرف أن في اللحظة هذه مع الآية هذه القلب كان مقفل في ذلك اللحظة سأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأن يفتحها لكلامه من الذي قاله يقوله ربي سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ما قال سبحانه أفلا يقرؤون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أما أننا نحس أو في شيء مشكلة المشكلة هذه أسأل الله أن نجينا منها جميعا أم على قلوب أقفالها اليوم الكلام أحبتي عن قول الله سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك لكن عشان نتكلم عن هذه الآية نحتاج سنوات لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على قول ما يرضيه سبحانه وما ينفعنا جميعا يا رب العالمين هذا القرآن أصلا يعني يصلح للتثبيت ولا يصلح لهداية واحد أصلا ما هم مهتدي ولا يصلح الواحد مهتدي وثابت ويزيده إيمان أيهم كلهم كلهم وأكثر ولما نتكلم عن الثبات من القرآن الموضوع يختلف لما أتكلم أشرح كتاب مؤلف علامة ولا عالم دين عن الثبات غير لما أتكلم عن كلام الله عن الثبات لأن الله سبحانه وتعالى هذه آية يقول الله سبحانه وتعالى حتى تفهم هذه الآية لازم تدخل هنا في القلب أول إذا دخلت في القلب تروح للعقلك وليس العكس إذا راحت العقل هنا يتخذ قرارات وتتغير الحياة يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش ليدبروا آياته هذه آية